طيب مشاهدينا دلوقتي دقات التاسعة نروح لموجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يدينا شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الأعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار تدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث تناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية خاصة ما يتعلق بنظام الفتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية بالإضافة إلى محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وخلال استقباله الكاردينال ليمار بوتروس الراعي بطرييرك أنتاكيا وسائر المشرق للموارنة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتزازة بعمق العلاقات الوطيضة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه ومثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره وخلال استقبال الفريق مهزي موسيفيني قائد القوات البرية الأغندية أكد الرئيس السيسي أن التاريخ والتجربة أثبت أن ما صار التعاون والبناء والتنمية دائما ما يوهد الطريق إلى النجاح والإزدهار كما رحب الرئيس السيسي بجهود دعم التعاون العسكري بين مصر وأغندا وصارح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القوات البرية الأغندية أكد خلال اللقاء حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة خاصة في المجال العسكري والأمنية ومعرفا عن تقدير أغندا للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في العديد من المجالات التنموية خاصة في ظل دور مصر محوري في دعم الاستلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية قال رئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم إشراك الجميع في إبداء أرائهم ومواقفهم بنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس وأكد سعيد أنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل مشيرا إلى أنه يريد أن يصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل تأتي تصريحات قيس سعيد في الوقت الذي انتهت فيه الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية والتي تتكون من سبتة محاور أهمها الشأن السياسي والاقتصادي والاكتماعي والتعليمي دعت روسيا القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية وقال مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزانتساف إن المدينة تشهد كارثة إنسانية مروعة مشيرا إلى أن الممرات الإنسانية في ماريوبول ستفتح اليوم لعبور الحالات الإنسانية من جانبها قالت نائمة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فاتشتشوك إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير والد أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياك أن المفاوضات مع الوفد الروسي ستتواصل اليوم وقال بودولياك أن هناك عمل مكثف للغاية للتواصل إلى نتائج مثمرة في تلك المحادثات يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصل المفاوضات حول تسوية الوضع والتي أثمرت عن انتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال أعلن تصين أنها ستشدد إجراءات الإغلاق العام بمدينة جيلين شمال شرق البلاد بعد طفرة بإصابات فيروس كورونا وأوضح مسؤولنا بالمدينة أنه سيتم فرض إغلاق عام بالمدينة البالو عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ويتمكن تصين التي رصدت فيها أول حالة إصابة بالفيروس نهاية العام 2019 من احتواء الجائحة بشكل كبير من خلال اعتماد تدابير احتواء الصارمة منذ مطلع العام 2020 لكن أدى انتشار المتحور أوميكرون إلى ظهور عدة بؤر وبائية في جميع أنحاء البلاد ورياضيا فاز بشكلون على مضيف ريال مادريد بربعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدور الإسبانية ربعية الفريق الكتالوني حملت توقيع كل من أوباما نيانج وبواقع هدفين وهدف لكل من أوراخوة وفيران توريس وبهذا الفوز رفع البارس رصيد للنقطة الأربعة والخمسين في المركز الثالث بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد الملكي عند 66 نقطة في الصدارة ختم ومجازات تاسعة فواصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر